ان شاء الله في الفيديو هنتكلم مع بعض عن روتين متكامل لعليق كل مشاكل منطقة تحت العين سواء بقى عندك مشكلة انتفاخات تحت العين عندك مشكلة هالات تحت العين ايا كان نوع الهالات اللي عندك عندك مشكلة الخطوط الروفية لتحت العين مشكلة التجعيد كل المشاكل دي باذن الله هنتكلم عنها ونتكلم عن احسن المنتجات في الفئة السعرية المختلفة من اول تحت 100 جنيه لحد واحنا طالعين خالص سواء منتجات محلية او منتجات مستوردة نتكلم عن المنتجات اللي هي بتعمل كذا حاجة في نفس الوقت اللي هي شغالة على الهالات والانتفاخات وشغالة على الخطوط وشغالة على التجعيد نتكلم كمان ازاي انت بنفسك كنت واقفة قدام المراية تحددي نوع الهالات اللي عندك وتحددي ايه المكونات اللي انت محتاجاها تكون في الكريم اللي انت الاستغنية عشان تحل المشكلة اللي عندك بحيث ان انت بدر ما تصري في فلوس كتير وتجيب منتجات حتى لو هي منتجات ميراند عالي بس تكون مش مناسبة لمشكلة اللي عندك ومش فعالة لأ أنا هقولك إزاي تحددي المشكلة وإزاي تحددي المنتج المناسب ليكي ونعمل بإذن الله روتين متكامل مع بعض وخطوات بسيطة هتساعد على حل كل مشاكل منطقة العين وأسفل العين إن شاء الله أنا دكتورة ملنا السيد تابع معايا الفيديو الآخر أول حاجة عندنا عايزين نتكلم إيه أصلا الحاجات اللي ممكن تسبب عندي مشكلة الهالات أول حاجة أن أنت ممكن المشكلة عندك ورسوية يعني أنت بطبيعة الحال من منطقة أو من باباكي عندك مشكلة إن الهالات تكون أعلى من متوسطة أو شديدة شوية تاني حاجة شكل العظم بتاع الوش يعني فيه ناس مثلا ممكن يكون عندها العظم ده عالي شوية والتجويف بتاع العين واضح شوية فده بيدي مظهر خارجي إن الهالات تكون شديدة شوية فيه عوامل بقى خارجية زي مثلا التعرض للشمس من غير ما تكوني بتستخدمي واخر شمس كويس لأن الشمس بتزود بتزود إفراز خلايا الميلانين فبالتالي بتعمل بقى الهالات اللي هي بتبقى لونها بن غامق دي الإرهاق أو الإجهاد أول حاجة في وشنا بيبانى على الإرهاق هي العين لو أنت بالناس اللي بتصهر كتير قوي أو نومك مش منتظم أو بتنامي أقل من 8 ساعات في اليوم دي من الحاجات اللي بتزود عندك الهالات كتر شرب الكافين الكافين من الحاجات اللي بتأثر تأثير سلبي على منظر العين يقدر إن احنا ما نشربش أكتر من كبات قهوة واحدة في اليوم طبعا بعد كنا هنتكلم عن مشاكل صحية بتكون متابطة بالهالات طبعا الجيوب الأنفية أي حد عنده التهاب في الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية بتبقى هنا وهنا وهنا بتأثر على منظر تجويف العين يعني دايما الناس اللي عندها جيوب أنفية بيبقى عندها من أول الكورنر هنا بتاع العين تلقى الحتة دي داخل الجوة شوية لها منظر معين شكل الصحيات التانية إن انت يكون عندك أنيميا مهما أخدتي استخدمتي كريمات غالية وفعالة لتحت العين من غير ما تحل مشكلة الأنيميا مش هتتعالج الأنيميا من أول أعراض بتاعتها الظهريف عندنا هي إن انت يبقى عندك هالات أو سواد تحت العين لبعض الأدوية بتزود عندنا مشكلة الهالات وهي أي أدوية فيها مواد بتوسع الأوعية الدموية بتأثر بالسلب على منطقة تحت العين آخر سببين عندنا هم احتباس المية وده سبب ما تستهونش به الناس اللي هي بتاكل حاجات فيها مرحة كتير أو صوريوم كتير بيسبب إن فيه احتباس مية جوه الجسم أي حاجة ممكن تعمل عندنا احتباس مية تحت الجلد من ضمن احتباس المية نبدأ يا حصول عندنا احتباس مية في منطقة تحت العين يبدأ أسل عندنا البوفنس أو اللي هو الانتفاخات اللي تحت العين برضو الضغط العالي من الحاجات اللي بتعمل انتفاخ منطقة تحت العين آخر حاجة عندنا هو سبب من سוב� دمي الحاجات برضو اللي بتأثر بالسلب على مظهر الهاليات ومظهر الانتفاخات تحت العين. كده احنا جمعنا مع بعض كل الاسباب اللي ممكن تؤدي الى حدوث الات سودة او انتفاخات تحت العين. فخلينا متفقين ان قبل ما نتكلم في اي دوا ان احنا لازم نشرب مية بانتظام لان شرب المية هيساعدنا من التخلص من الاحتباس المية. كمان عندنا نحاول ان احنا بقدر الامكان نقلل الصغر. نحاول ان احنا ننام مش اقل من سبعة الى تمان ساعات يوميا. نحاول ان احنا لو عندنا مشاكل زي الجيوب الانفية او الانيمية. احنا نعالج الانيمية والجيوب الانفية اللي احنا دايما نستخدم مضادات الاحتقان لان مضادات الاحتقان هتحسن جدا المنطقة بتاعة كورنار العين. بعد كده هنتكلم ايه هي المكونات الاساسية اللي هي بتبقى موجودة في كريمات تحت العين وبتشتغل ازاي? او الحاجة عندنا فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا لانه هو بيساعد على اصلا تكوين الكولوجين. اللي بيصبت عندي منطقة تحت العين وبيصبت التجعيد. وكمان فيتامين سي بيساعد على تقوية الاوعياء الدموية. عشان اقول لكم حاجة من اهم اسباب الهالات ان يققى فيه الدم متركز في الحتة دي. يعني لو شعارات الدموية اللي موجودة هنا قليلة. هيبدأ ان الدم يحصل لركود في المنطقة دي. فيبدأ يحصل ان يققى فيه هالات اللي هي الزرقة او الموف. ولو احنا بشرتنا داكنة او غمقة ما بتبقى الزرقة او الموف بتبدأ ان هي تظهر لونها غامق. يعني تظهر اللون البني. ده سبب قوي جدا للهالات. فا اه وكمان يبدأ عشان الشعارات الدموية ضعيفة ان يبدأ امداد الاكسوجين اللي واصل للهالات. يبدأ امداد الاكسوجين اللي واصل للهالات يقل. فلازم ناخد حاجات مقوية للشعارات الدموية زي فيتامين سي وزي فيتامين كي. دول مهمين جدا. كمان فيه عندنا زي الكافيين. الكافيين فيه بيقلل وبيقلل الخطوط اللي تحت العين. وبيساعد على تفتيح الهالات. وكمان غني مطلطات الاكسادة. اه عندنا اخر حاجتين فيتامين اي وفيتامين اي. الاتنين دول بيساعدوا على ترطيب منطقة اسفل العين. وبيساعدوا تنظيم افراز الدهون. كمان غنيين بمطلطات الاكسادة. وبيساعدوا على التفتيح بتاع منطقة اسفل العين. وكمان هما يعني بيقللوا عندنا جزئية التجعين. اخر مكونة عندنا هو الجيلسترين وده طبعا ليه تأثير ترطيب اسفل العين. يعني جدا عارفنا المكونات اللي انا لما بص على منتج وليه مكونات منها اعرف ان المنتج ده منتج محترم وهيدي معايا تأثير كويس. نيجي بقى لترشيح المنتجات لمنطقة اسفل العين. احنا هنقسم المنتجات حسب الفئة السعرية وهنقسمها حسب درجة الهالات. يعني مثلا لو انا عندي درجة الهالات ضعيفة درجة المتوسطة. عندي بس مشكلة ان انا محتاجة ترطيب اسفل العين. عندي بقى الهالات الشديدة الورصية. عندي مشكلة الشعارات الدمائية اللي اتكلمنا عنها. هتختاروا ايه على حسب المشكلة? وعلى حسب درجة الهالات? وعلى حسب كمان الفئة السعرية اللي احنا نقدر نشتري منها. ركزوا بقى معايا في الكلام الجايدة. اول حاجة الاقل الفئة السعرية اللي هي تحت الميت جنيه. عشان اكون امينة معاكم المنتجين اللي انا هرشح ملقوكم تحت الميت جنيه هما للهالات اللي تحت المتوسطة. يعني هالات اقل من المتوسطين او هالات خفيفة وكمان اللي اللي احنا عايزين كمان منتج لترطيب تحت العين. لكن لو الهالات متوسطة او فوق متوسطة مش هتكون فعالة قد كده. ايه هما كريم اسمه وكريم تاني اسمه جازك. اللي اتنين دول نلفاء السعرية اللي اقل من المية ممتازين جدا. دهان مرتين يوميا مرة صباحة ومرة مساءة. تمام? طبعا اي منتج اي منتج انا هتكلم عنه للهالات بيدها ان احنا نحط نقطة صغيرة على طرف سبعنا ونبدأ ان احنا نعمل حركة دائرية لمدة دقائق تحت العين دي وتحت العين دي. ده الطريقة الصحيحة. لكن مش بحطه كده وقوم سايباء. لازم نقعد نعمل حركات دائرية تدليل عشان نشط الدورة الدموية في المكان وكشان كمان احسن امتصاص الكريم بتاعنا. خلاص? نبقى كده اول نقطة اتكلمنا فيها. تاني بقى كده هندخل في الفئة السعرية الاعلى شوية. اللي هي بتبقى مثلا اقل مثلا من 200 وفوق المية. ماشي? هنتكلم عن منتجين. منتجين دول ممتازين جدا جدا. منتج اسمه ومنتج تاني اللي هو الفيردكس بيكون عندنا من فيتامين سي فيتامين اي بيكون من كولوجين بيكون من ريال جيلي بيكون من فيتامين بي 5. الفيردكس مناسب للهالات اللي هي متوسطة او اعلى من المتوسطة بس مش مناسب للشديدة ماشي? عشان نكون متفققين. طيب نتاجه ايه? بيحسن جدا الهالات بيفتحها بيقلل البوفنس بيقلل انتفاخات اللي تحت العين مالوش تأثير على التجعيد قد كده ولا ليه تأثير على الخطوط التعبيرية الفيردكس مناسب لو حد عدى ل25 سنة ولسه مثلا ما جابش ل30 سنة وعايز يعمل وقايا من حد التجعيد او يقلل ظهورها بعد التلاتين عشان هو فيه نسبة كولاجين وفيه نسبة فيتامين سي. خلاص كده عرفنا الفيردكس بس هو منتج ممتاز انا بديله 9 من 10 بصراحة جميل جدا جدا. طيب منتج الاسي ام. الاسي ام بالنسبة لي من اقوى المنتجات اللي شغالة عندنا على الانتفاخات اللي تحت العين. ليه? لانه فيه مادة اسمها الضيب الطايد والمادة دي بتساعد على انها نتخلص من السوائل المحتقنة او المحبوسة تحت العين. وفيه بقى مضادات اكسادة قوية جدا زي الفلافونايد زيت الخروع. زيت الخروع والفلافونايد الاثنين دول فيهم مضادات اكسادة وبيساعدوا على التفتيح وبيعالجوا الاسمرارة تحت العين. كمان فيه خلاصة البقدونس للتفتيح. وزيت الخروع برضو من الحاجات اللي هي بتساعد على التفتيح على فكرة. يعني هو احسن حاجة للانتفاخات وكمان فيه جزئية ان هو هيفتح الهالات الغمع. زي ما قلنا هو شغال على الهالات المتوسطة والاعلى من المتوسطة ولكن مش الهالات الشديدة. طيب دي فئة سعرية. الفئة السعرية بقى الاعلى من كرة. وده المنتج المفضلية ويعني بالنسبة لي من المنتجات المنقذة للعين وشغال على كل حاجة يا جمعة. بجد شغال على التجعيد وشغال على الانتفاخات وشغال على الهالات انا بجد بحبه جدا اللي هو يورياج هو فيه خلاصة فيتامين سي وفيتامين اي وفيه مواد قابضة للأوعية الدموية هو شغال على الهالات كويس جدا. على تفتاح الهالات كويس جدا. على الانتفاخات كويس جدا. كمان بيعمل حماية من التجعيد بالنسبة 20% يعني لو انت بالفعل عندك تجعيد هيحسم منظرها بالنسبة 20% لكن لو انت حد جيت الـ 25 ولسه مجدتش الـ 30 وعايزة تعمل حماية لبعد كده يعني من التجعيد يبقى هو بالنسبة لك مميز جدا كويقاية فهو حلو يعني انا بصراحة شايفاه هو الفئة السعرية بتاعته بـ 265 جنيه فهو يعتبر متوسط مش من الحاجات العالية أول لسه أتكلم عنها بعد كده ولا برضو من الفئة المعقولة هو في النص بس هو بصراحة رائع ممتاز جدا لو انت عندك امكانية لك تشتريه او عندك امكانية تشتري حاجة في الفئة السعرية بتاعته فانا ارشحولك هو عندي اعلى من بس هو ملوش تأثير على الخطوط الدقيقة اللي هابتتقى في منطقة أسفل العين برضو على فكرة اليورياج من نسبة يتغل على الهالات الشديدة يعني احنا زي ما قلنا قبل كده الاسي ام والفيرديكس لا أقل من الشديدة لكن لو انت عندك شديدة ممكن ندخل اليورياج معانا في الهالات الشديدة طب ندخل بعد كده بقى على منتجين عاليين شوية في الفئة السعرية بتاعتهم وهم ونتكلم على منتجين اللي هو تابعة شركة اللي هو الكي وان ماشي؟ طيب دول بقى الهالات الشديدة بقى يعني احنا دخلنا بقى في الهالات الشديدة وفي الخطوط التعبيرية وفي منظر التجويف وفي الناس اللي هي عندها شعيرات دموية مثلا لها لون او عاملاتها يغمقاء الناس اللي هي فعلا منظر الهالات عندها جامد جدا ومؤثر على شكلها جامد جدا ومسبب لها أزمة فهنا بقى نبدأ ندخل في منتجات أعلى شوية زاورديناري سعره بيختلف حسب السيلر اللي بتبيعه يعني هو بـ 300 وشوية تقريبا ماشي هو فيه خلاصة الكافين تركيز عالي جدا من الكافين الكافين فيه مدد أكساد عالية جدا وبيساعد على تفتيح الهالات أسفل العين وكمان فيه خلاصة مادة اسمها مادة اسمها الـ AGCG ودي نوع من أنواع الكاتكنز اللي موجودة بتركيزات عالية في الشاي اللي أخضر يعني هم مستخلصينه من الشاي اللي أخضر السيروم ده ليه تأثير أنه بيفتح تحت العين جدا وبيقلل الانتفاخات وليه تأثير حلوة على الخطوط الدقيقة الرفيعة بيقللها بنسبة مثلا ما تقلش عن 32 إلى 40% يعني ده المنتج الواحد اللي أنا اتكلمت عنه لحد دلوقت ليه تأثير على الخطوط التعبيرية زي ما قلنا وتأثير حلوة على البفنس وتأثير حلوة على تفتيح الهالات خلاص ده كده طيب بالنسبة بقى للميدي توبيك كي وان الميدي توبيك كي وان ده يا جماعة فيه تركيز عالي من فيتامين كي وطبعا فيه فيتامين اي وفيتامين سي وكي فيتامين كي ده فكرته زي ما قلتلكم إنه أوقات كتير بيبقى سبب الهالات إن فيه دم راقد في الحتة دي إن شعارة الدموية عندنا بقى الضعيفة وبدأ خلاص الدم لما بقى حصل درقود إنه مفيش أكسجين كفاية ووصل عندنا للمنطقة بتاعة أسفل العين فبقى فيه هالات وبقى فيه زي ما قلتلكم لو حد لونه فاتح يبقى عنده لون روز أو موب ولو حد لونه أصمر بقى بقى هالات غمقى قوي يعني أغمق من البوني كمان تمام الكي وان بقى ده يشتغل على المقطة دي بس هو طبعا سعره عالي قوي يعني هو درقود 550 جنيه وعندك الهالات اللي هي المزمنة اللي أنا بتكلم عليها ليه هالات الورصية وكده هو طبعا شغال كويس جدا رفيهاته عالية جدا بيعمل فرق رهيب من أنطقة تحت العين يا جماعة في أسبوع مثلا يعني فعلا أنا لو قلت لحد إحنا هنعالج الهالات السوداء في أسبوع هيقول لي أنت بتهزري لا الميداتوبك كي وان ده كده يا جماعة فعال جدا 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 وقوي جدا تمام زي ما قلتلكم أنا رشحت لكم المنتجات القوية برا المنتجات اللي أنا قلت عليها دي والله ما تدوري يعني أنا في حاجات ما عجبتنيش اللي رشبه زي ما عجبنيش والفشي ما عجبنيش دول المنتجات اللي فعلا كويسة للهالات وطبعا الهالات محتاجة استمرار يعني أنا مش هستخدم منتج وبطله هترجع المشكلة تاني لو أنت استخدمت منتجات وأخبطت بقى في القهوة وعدت تصهري بالأسبوعين ثلاثة هترجع الهالات تاني الفكرة كلها أنه هو روتين كامل وأنا على فكرة مش هكتفي بالفيديو ده احنا هنعمل حاجات بعد كده للعناية بأسفل العين ومسكوت وحاجات وأقول لكم إزاي تزبطوا منطقة تحت العين بطرق طبيعية وارخصة جدا جدا وإزاي ترتبوها وإزاي منظرها يبقى أحسن وأقول لكم إزاي تخلصوا من مشكلة البافنس اللي هو الانتفاخل تحت العين فإحنا كده هنمشي مع بعض خطوة وخطوة في سلسلة نزبط منطقة تحت العين والتجعيل وخطوط الرفيعة أتمنى يكون الفيديو أفادكم ورد على أسئولتكم أعجبكم المحتوى اللي أنا بقدمه يارك تعملوا قناة بالاشتراك وتفعيل الجرس وتعملوا شير الفيديو مع أصحابكم عشان يوصل إلى أكبر قدر من الناس وتعملوا أعجاب على الفيديو وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو دي